اشتركوا في القناة من هذه التقنية الجواب بعد هذا الفاصل استخدام درجات الحرارة المتدنية لتخليص الجسم من الدهون المتراكمة أو الزائدة هذه التكنولوجيا حديثة تعمل على خفض درجة الحرارة الموجودة في الشحوم لتذويبها موضوع يبدو مثيراً للاهتمام معنا الدكتور حسن كلاداري الحديث أكثر عن هذه التقنية صباح الخير دكتور صباح نور أحنا مساعد كيف أول شي تشتغل هذه التكنولوجيا؟ لا لازم نعرف أصلاً الدهون عبارة عن خلايا كثير من الناس ما عارفين هذا الشيء حسنون بس الدهون يعني شحوم موجودة في المنطقة هذه وبس خلاص يشوفون الشحم اللي يأكلونه هوا على بل من السرط لكن الدهون هذه خلايا وكل خلية طبعاً هذه خلية هذه حيوية لها فرضاً يعني مدارها في السنة في العائم يعني وتنشط فيه وتنشط وتختفي وهذا على حسب إذا كان فرضاً الشخص يأكل بزيادة تكبر وإذا كان فرضاً لما يضعف تزغل فمثل كأي خلية تمر في مرحلة معينة في حياتها وتختفي وتضمر وتموت أوكي زين فش في اللي إحنا نقدر نسويه نقدر نسويه بطرق يعني كثيرة عشان نحاول نتخلص إحنا من الدهون هذي فلمرات نتدرج لشفط الدهون حتى بعض الناس اللي يابون يضعفون المرات نستخدم فرضاً أجهزة الليزر ولا الريديو فريقونسي اللي علشان تساعد عشان بعد تخفض الدهون حالو هالتكنولوجيا هذي تحاول نوعاً ما تتخفض درجة الحرارة لدرجة معينة أنه بس الدهون في المنطقة هي اللي تتأثر فتتحول فيها مثل كريستالات صغيرة تموتها من غير ما تأثر فرضاً على الخلايا حوالينها منها الخلايا الجلدية والخلايا العصاب والخلايا الأورد الدموية الموجودة حالو يعني نقدر نقول أن الشحوم كخلايا نقدر نموتها عن طريق درجات الحرارة المتدنية بس كيف نضمن أن الخلايا الأخرى ما تتأثر ترى هذا هو التكنولوجيا فهو يستخدم طريقة معينة أن نفرض أن المنطقة هذه تدخل داخل الجهاز طبعاً منه غير جراحي يستغلط حوالي قريب الساعة من الوقت الجهاز نوعاً ما يعني هو كبير لكن الهاند بيس اللي نستخدمه يركب على المنطقة اللي تبغي تعالجها والشحوم تدخل داخل يعني نوعاً ما المنطقة هذه كلها تدخل داخل وبس خلاص الشخص بعدين ما يحس فيها ويتم حوالي قريب الساعة لحما شوي شوي المنطقة تبرد تبرد شوي شوي لحد ما الخلايا كلا تموتها أوكي ساعة كم جلسة؟ عادة أغلب الوقات من جلسة وحدة طبعاً يعني يكثر الجلسات يعني جلستين ثلاثة يحس طبعاً بالنتيجة تكون أفضل حسب النتيجة أو أنت حسب اللي تقدير عليك؟ يعني أنا أذكر أنا خبرت واحد من الشاب هناك نعرفه من زملائنا في أمريكا قال لي أن أغلب الناس اللي نحن سوينا لهم إياه كلهم استجابوا يعني يهت هوم رن عندهم هنا ترابعة تابعة لعبة البيس هذا يهت هوم رن مع كل الناس اللي جربوهم يعني جلسة واحدة وساعة وبدون جراحة مو غير جراحة يعني حوالي نسبة يمكن قريب الـ 45% من الدهون الموجودة لداخل الجهاز اللي دخلت بالذوب حلو وتاخذ جلسة واحدة وساعة واحدة لأي وزن ولا في مثلا نسبة معينة إذا زال الوزن كثير لازم تدخل جراحي وبعدين لا بالضبط هذا هنا ترى المشكلة كثيرة من الناس طبعاً يونيون يعني امتانة شوية ما يبقون يساون فردنا لا رياضة كل يوم مندي وان بعدين يقولك طلع الشحام بالضبط هذا وتعال طلع الشحام لكن لا الشخص لازم ينشي على حمية معينة يحاول فرض أن يلعب رياضة وينزل وزنه شوية وفي نفس الوقت طبعاً عندك في بعض الأماكن مهما سويت رياضة مهما حاولت هالي ما تنزل عندك الأماكن حق الريال الأرداف اللي هي هالمنطقة هذه اللي هنا وعند الحرم عادة منطقة الظهر هالمنطقة هالي مهما حاولوا ومهما حاولوا يضعفون ويسوون هالمنطقة هالي ما تنزل الدهون هتتكيس هناك فهالجهاز هذا أفضل طريق تحتاج هذا الجهاز إذن الواحد يعمل عليه من رياضة ورجيم يوصل وزن معين يعني ما يكون أوفر كثير بعدين يستخدم هذه التقنية هذه التقنية في أكيد أسألة الآن تخطر في بالبعض المشاهدات خاصة إذا كانوا أمهات أو حوامل أن بعد الحمل تكون في مناطق أيضاً زايدة ينفع هالنوع ولا لا هذي مختلف بس للشحوم عادة بعد الحمل شالي يحصل منطقة تترهل شوية فهو نوعاً ما هذا يشتغل بس على الشحوم أن يحاول يذوب الشحوم منطقة المتراهلة هذه طبعاً فيها أجهزة ثانية تستخدم من ريديو فريكنسي عشان نوعاً ما تشد المنطقة لكن إذا كان في شحوم إذا استخدمت الجهاز هذا الشحوم ستختفي ومنطقة بعد تنشد شوية ممكن تنشد بالنسبة للرجيم والرياضة ضروري الواحد بعد ما يعمل هذه العملية يواصل على رجيم معين ويمارس أنشطة رياضية يعني نسبة احتمال عودة الشحوم مرة أخرى هل تكون أكبر أو أكل أو نفس الشي طبيعية والله هو شوف يعني أنت لازم تعرف أنت مثل ما قلت لك أن الخلايا هذه خلايا مثل ما ماتت فكت تقوم مرة إذا تخلصت منها خلاص نوعاً ما اختفت لكن عندك خلايا ثانية موجودة في المنطقة إذا أكلت بزيادة هالخلايا هذه راح تكبر لدرجة أن تعوض على الخلايا اللي ماتت يعني النتيجة ممكن تكون مضاعفة ليس مضاعفة أن ترجع مثل ما كان إذا طبعاً الشخص ما مش على رجيم معين يعني بمتن بزيادة فهذه راحت عليه هذا راحت عليه عشان شدي فإحنا دائماً للناس لازم يشون على حمية معينة لازم ما نقدر نقول لهم والله فرضاً من نسوي لكم هالجهاز هذا وبتقعدون فرضاً تطالعون تفزيون صباح الخير يعرب وتأكلون لي فرضاً يالشي تريقون لي بيض وطماط وخاصة البيض بعد الشباب هالأيام راحينوا عليه على العموم لما نتكلم عن هذه التقنية مشكلتنا أن الكسل يعني الواحد يمتن أو يسمن وبعد فترة يشوف البرنامج ويشوف تقنية جديدة يقولها خلاص بلا تعب الرياضة وبلا الرجيم باقي اللي في خاطره وبسوي هذه العملية وبعد ما يعملها ممكن ينقص وزنة بس يرجع مرة ثانية إذن هي أسلوب حياة أكثر من مجرد التقنية هذا هو مثل ما أنت قلت أسلوب حياة وطريقة تفكير أنه خلاص حاط في بالا أنه يبغي لازم يحط في بالا أنه أصلاً لما يضعف ما يستضعف بس عشان شكله الضعف نوعاً ما يساعده من ناحية تفكيره من ناحية نفسيته من ناحية حتى فرضاً نفسياً لما تروح محلات لثياب وتلاقي شيء سايزك ولما تلبسه وتشوفه يعني فتح عليك غير لما شيء ناط مني أكيد أكيد في الأخير مسحابة أعرف التكلفة إذا ممكن نقولها لأنا أكيد في مشاهدين يسألون أوكي كم تكلف يعني عادة الجلسة الواحدة تتكلف يعطيباً مكان تختلف لكن يعني ما تكون تكلفتها بتكون أقل كثير من الجراحة أوكي فيعني تكون عادة بين الحوالي بين الخمسة ألاف لسبعة ألاف درهم حوالي خمسة ألاف سبعة ألاف درهم يعني خمسة ألاف سبعة ألاف ريال سعودي تقريباً ريال سعودي هنا والله معقول السعر لأنها يشتراك سنة يمكن في الجنب نوفر على الناس بس أكيد الرياضة هي تبقى أهم كل شكر لك دكتور حسن كالدارة على تواجدك معنا شكراً جزيلاً